لا تظنن أنك قادر على إنجاز كل شيء الحياة مليئة بالمشاغل وعمر المسلم أقصر من أن ينجز هذه المشاغل ولله والله عز وجل له جنود مجندة بكل باب من الخير قد يسرهم إليه وفتح لهم بابا من هذه الأبواب فتجدوا أبوابا لم تفكر في حياتك أن تعمل فيها ومع أهميتها إلا أن الله سبحانه وتعالى يسر من يعمل لها ويجعلها همه الأكبر وهذه مسألة جد عظيمة بعض الناس من حبه للخير يفقد التوازن ولا يستطيع ترتيب الأولويات فيظل كلما سمع بخير في جهة من الجهات ذهب إليه وسعى ليعمل فيه وهذا يدل إن شاء الله تعالى على عزيمة قوية وهمة عالية وإرادة للخير لكن كم من مريد للخير لم يصله تجده اليوم يعمل في جمعية من الجمعيات الخيرية ثم يأتيه من يحدثه عن ما رأى من حاجة المسلمين إلى العمل الخيري في بلد كذا وكذا فيقدم استقالته ويسافر ويظل هناك سنتين أو ثلاثة ثم يعود ثم يقال له إن هناك عملاً في الجهة الفلانية يحتاجون إلى كذا وكذا فيذهب إليه ثم ماذا؟ بعد عشرين أو ثلاثين سنة تجد أن هذا الشخص لم يعمل شيئاً صحيح أنه قدم بعض الخدمات في بعض الجوانب ولكنه لم يستطع أن يصل إلى غاية رسمها لنفسه لأنه لم يواصل في العمل الذي هو فيه لذلك احرص على ألا تقطع مشوارك الذي يوصلك إلى الغاية التي رسمتها لنفسك ومن عجائب علو همة السلف في هذا الباب محمد بن أحمد الشيرازي البغدادي المقرئ الزاهد المعروف بأبي منصور الخياط قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى مات أبو منصور وسنه سبع وتسعون سنة ممتعاً بسمعه وبصره وعقله وكان من كبار الصالحين الزاهدين المتعبدين كان له ورد بين العشاءين يقرأ فيه سبعاً من القرآن قائماً وقاعداً حتى طعن في السن قال أقرأ السنين الطويلة كان يقرئ الناس القرآن وختم عليه القرآن ألوف من الناس تصور إذا كان عندنا مدرس للقرآن في حلقة من الحلقات يقال هذا المدرس قد خرج عشرين طالباً هذا ينظر إليه بإجلال وأكبار هذا الرجل ختم على يديه القرآن يقول ابن الجوزي وختم على يديه ألوف من الناس نسمع إلى الرقم الذي ختم عليه القرآن قال القاضي أبو الحسين الفراء قال أقرأ القرآن بضعاً وستين سنة ولقن أمماً كم هم؟ قال ابن رجب وكان إماماً بمسجد ابن جردة ببغداد قال اعتكف في المسجد مدة طويلة يعلم العميان القرآن اهتم بالعميان حتى أنهم أصبحوا يرحلون إليه من كل مكان إلى بغداد فأصبح يهتم بهم قال وكان يسأل لهم يعني يذهب ويطلب أهل الغنى والمحسنين أن يتبرعوا ويتصدقوا على هؤلاء العميان الذين لا مال لهم ويقوموا بشؤونهم وينفقوا عليهم ويكسوهم ويطعمهم قال فختم عليه القرآن خلق كثير بلغ عدد العميان الذين أقرأهم القرآن سبعين ألفا قال ابن النجار هذا ابن النجار صاحب الذيل على تاريخ بغداد للخطيب البغدادي زعم أناس أن هذا مستحيل وإنما أراد سبعين نفسا قال وهذا كلام ساقط فإن أبا منصور قد تواتر عنه إقراء الخلق الكثير في السنين الطويلة قال ابن رجب كان الشيخ أبو منصور يقرئه وبنفسه وبأصحابه هذه المدد الطويلة فاجتمع فيها إقراء هذا العدد الكثير وانظروا إلى هذه البشارة التي رؤيت له رحمه الله تعالى بعد وفاته وقد بلغ سبعا وتسعين سنة يقرئ الناس القرآن طبعا هو اهتم بالعميان وليس معنه أنه لم يقرئ غيرهم أقرأ غيرهم الكثير حتى الصبيان كان يهتم بهم يقول ابن السمعاني في معجمه رؤي الشيخ أبو منصور في المنام فقيل له ما فعل الله بك قال غفر لي بتعليم الصبيان فاتحة الكتاب تشتركوا في القناة لقد قمت بتعليم الصباح لقد قمت بلك صالحنا تشتركوا في القناة فيприamy نهاية